إذا وضعت هذه الإشارة على منزلك فهو مهدد بالهدم ولو على رؤوس ساكنيه هنا الخربطلية في البصرة حيث أصرت السلطات الحكومية على تطبيق القانون وإنهاء التجاوزات على المال العام لكن في هذه الأحياء الفقيرة التي كانت يوما ما مؤسسات مهجرة للدولة فقطنها هؤلاء أملا بأن تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء ويغلب على سكان هذه المنازل المهدمة في الخربطلية الوضع الاقتصادي والصحي السيء حيث أصبح الفقر عنوانا لهم متسائلين عن السبب وراء قرار الهدم المفاجئ الذي رمى بهم إلى العراء ذلك رغم مناقشة البرلمان ونيته إجراء تعديلات على قانون العشوائيات ومقترح دفع ساكنيها بدلات إيجار زين أنا معه لا رعاية لا غاية زين أنا من أطلع من هذا البيت وخليه يعني سهلية ومسهلة زين قبل فترة تجيك أحزاب متنفذة بالدولة تحول جنس الأرض من مشاريع إلى سكاني تطلع بيها طابوات آمنتوا بالله الدولة طلعت لهم طابوات أطلعت لهم طابوات هذا الحق بالسكان يبدو أنه حق غير مصان في العراق وفي البصرة على الخصوص تلك التي تطفو على بحر من النفط وتغيب عنها المشاريع السكانية المفترض تخصيصها للفقراء يحدث ذلك في بلد يسرق أكثر من مليارين ونصف المليار الدولار من أحد مصارفه دون وارد إجراء أي تحقيق حول القضية بينما تأتي الأحزاب والميليشيات لتهدم هذه المناطق الفقيرة وتحولها لمشاريع استثمارية جديدة توسع الفجوة الطبقية والتي سببتها العملية السياسية القائمة على المحاصصة